إلى الحدث التربوي الوطني الآن حيث يتواصل لليوم الثاني على التوالي بل يواصل أزيد من 790 ألف مترشح موزعين على 2604 و70 مركزا عبر التراب الوطني اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا جوان 2023 وذلك إلى غاية الخميس المقبل هذا وأشرف اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد على انطلاق امتحانات اليوم الثاني من ثنوية أحمد ولد التركي ببلدية بوسماعيل بولاية تبازا